السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدي بقى الملوخية وطشيتها ورحتها لقلب الدنيا وأكيد وصل لكم من جمالها حطوا لايك بقى يا جماعة عشان ملوخية الحلوة دي وكمان حطوا تعليق وقالوا رأيكم في الفيديو لما تشوفوه للآخر واشتركوا في القناة لو انترسة مشتركتوش يعني زبطوا الدنيا كده ما تبخلوش يا جماعة ما تبخلوش فيديو النهاردة مختلف عن بقى الفيديوهات عايز رأيكم ضروري في التعليقات ما تبخلوش أول حاجة كده هنحضر مع بعض الأكل للغذر بتاعنا النهاردة وبعدين هنعمل مع بعض برضو الحلو يعني فيديو دسم أول حاجة كده كان عندي بطاية جبيرة غسلتها طبعا كويس وكنت نقعها في ملح وخل وبعد كده غسلتها كويس وحطتها في مية بتغلي على النار طبعا من قبل ما بحط أي حاجة لازم أننا بشيل الريم الأول وبعد كده بحط له بصلغاية وجزراية وطمط مية وورقتين لورة وفصين من المستكة وبس كده وبسيبها بقى مع نفسها ومش بحط الملح في البداية خالص بحط الملح بعد ساعة علشان تستوي بسرعة كده ثاني حاجة أنا هنا أشرت الأولئاس وهيقطعه معاكم كده زي ما أنتو شايفين بكل سهولة على القطاعة كده بيتقطع بكل سهولة بنقطعه حتة صغيرة مكعبات كده صغيرة بس ما تصغروهاش قوي علشان بيستوي بسرعة وعشان كمان ما يتهريش غسلته طبعا بعد ما قطعته أنا مش من الناس اللي هما بيحطوا من غير غسيله بيقولوا لأ مش هينفع يتغسل في ناس فعلا ما بتغسلهوش بس أنا لأ ما بقدرش لازم أغسله بعد ما غسلته تحت الحنفية روح تحطته بقى أن هو يطلع كل الرغاوي دي اللي بتبقى فيه وباخده بشطفه وبعد كده بروح بقى حطاه في الحلة حلة نظيفة طبعا وبروح حطاله من الشربة بتاعة البطاية اللي احنا سلقنها دي حططله بقى من الشربة وده السلق اللي أنا مخزناه مخزناه ازاي؟ مخزناه كده في برطمون بجيب وراء السلق طبعا بعد ما بقى طفه كده بروح حطاه حطاه على النار بشوحه في شوية زيت لغات من بيت بل خالص بعد كده بفرمه بحطه في برطمون بباشتله في الفليزر بس كده منين محتاج بقى بروح واخده منه كده معلقة أو اتنين على حسب الحاجة حطيته كده بقى على قلقاس معلقة أو معلقة ونصف كده على حسب الرغبة وحسيبه بقى يعيش حياته كده ويستوي شوية ما بياخدش سوى خالص لقلقاس هنعمل برضو مع بعض حبت كده رز بالشعرية زي ما انتو شايفين كده انا بحب اكتر الشعرية مع الرز بتبقى اطعم بكتير جربوها الشعرية لما بتبقى كتيرة بتبقى جميلة قوي يعني بحط على الكيلو بحط كيس بحاله 400 جرام وعملت كده الرز طبعا زي ما انتو شايفين وطبعا زقيته شربة طبعا ده كله بعد ما خلاص بتكون البطة خلاص تقريبا نستوت علشان طبعا مش هينفع اخد من الشربة من قبل ما هي تكون استوت يعني ماشي هسيب بقى الرز كده يتشرب وبوريكو هنا القلقاس شايفين شكله حلو ازاي هنا طبعا خلاص استوى حاولوا ان انتو ما تسوهوش على الاخر قوي علشان ما يتهريش معاكو يعني ببقى فاضل فيه سنة كده سيبوها وطفوا عليها طفوا النور على حلة وهيبقى تمام بعد ما تطفوها الحرارة هتسوي لحتة الجزء اللي فاضل هنا بقى هنعمل الطشة بتاعت القلقاس دي بقى كزبرة احنا زرعينها عندنا كده في الجنينة ريحتها طبعا طحفة هنا قطعتها وقطعتها زي ما انتو شايفين كده طبعا بعد ما غسلتها قطعتها وحطتها كده في الهون كده علشان ادقها وتنعم معايا علشان ما تبقاش عاملة كوتل كده في القلقاس وحطت معايا معلقة من التوم دي هتكون الطشة بتاعت القلقاس كده بقى في طوصة فال حطيت معلقة كده من الزيت او معلقتين وحطت بقى التوم مع السلق ده علشان علشان يشوح كده ويبقى ريحته حلوة زي ما انتو شايفين كده شايفين خضار وحلو ازاي طبعا الطشة دي ريحتها بتبقى تجنن يعني مفيش احلى من كده بجد بتبقى تحفة طبعا لازم نحط عليها رشة كده من الكزبرة بتزود التست يعني بتعليه لما الكزبرة بتتشوح في الزيت مع الكزبرة بتبقى تحفة يعني هتلاقيوا ريحتها عبت المكان كله وبجد لا تقوم بنشوحها كده ولما تصفر وتتبل كده زي ما انتو شايفين بنحطها بقى على القلقاس وبنسيب وياخد كده غلوة على النار دي افضل طريقة للقلقاس وما بغيرهاش يعني احلى طريقة لو بتعملوا طريقة غير دي جربوها الطريقة دي تحفة يعني مفيش احلى من كده بنسيبوا بقى ياخد غلوة كده غلوة مش اكتر يعني غلوة ونزبط الملح بقى وخلاص بنسيبوا بقى يعيش حياته ونسيبوا بقى وبعدين بقى خلاص بتكون البطاية بتاعتنا خلاص استودت هعمل لها بقى خلطة كده علشان ادهنة ودخلها طبعا الفرن تتشمع دي افضل طريقة للخلطة وللدهان اللي بتدهن بيها علشان تدينا احلى لون واحلى طعم عندي هنا معلقتين كبار كده من الصلصة حطيت عليهم توم وكسبرة وفلفل اسمر وحطيت عليهم كمان سنة من التوم كده يعني نص معلقة وحطيت بابركة وحطيت شطة وبس كده ما تحطوش اي حاجة كمان وبعد ما ندهنه طبعا هنرش شوية زيت حدهنه كده بفرشة حدهنه بقى من فوق ومن تحت وطبعا بكون مشغلة الفرن وحاسبها انها تسخن شوية علشان ما ياخدش معي وقت خالص اهو زي ما انتو شايفين كده حقلبه بقى ودهنه وحطه حطه بقى في الفرن تقريبا كده بياخد ربع ساعة ربع ساعة بكون مشغلة شوية وموطيها برضو علشان ما يتلسعش طبعا هنا برش زيت اهو زي ما انتو شايفين علشان يبقى لونه حلو هجي في الفرن هعمل بقى شوية ملوخية كده طبعا في الحال حطيت كده من شوية شوية من الشربة بتاعة البططة زي ما انتو شايفين الشربة بتاعتها هتحفة ما قولوكوش بقى ما تقولون لا شربة تانية لا تعلي عن الشربة بتاعة البطة دي لا يعلي عليها اي شربة تانية حطيت الملوخية دي أخزينها في الفليزر طريقتي مرح باختي�던 الملوخية ان انا بخارطها عادي خالص بيكون مثلا جاية حاشيلها في الفليزر بيكون عندي شربة بروح خلطها على الحبة مثلا أو الطبخة اللي أنا حاشيلها في الفليزر حط عليها شوية من الشربة ومقلباهم كده وبعد كده أحطها في كيس وأحطها في الفليزر وبعد كده أطلعها زي ما أنتم شفتا هو بتفك شوية صغيرين وأحطها بتبقى زي الفل وبس كده ما بنسيبهاش طبعا تغلي كتير على النار وهعمل لها بقى الطاشرة بتاعتها شوية كده من التوم وشوية من الكسبرة هنا بقلب كده على جنب بقلب شوية لصان عصفور عشان نعملهم شربة أنا إيديا اللي اتنين بيبقوا شغالين على عين وعلى عين يعني مش نوع واحد وهنا برضو أنا بقلب في لصان عصفور وبحط الطاشرة على الملوخية اشهقوا بقى ما تشهقوش ماليش في يعني برحاتكم أنا ماليش في الشهقة دي خالص ما بعملهاش بس مش عارفة أول لازم نشهق عليها مثلا عشان تبقى حلوة مش مكتنعنا بالكلام ده وزي ما انتوا شايفين قدرة وجميلة وكأنها لسه مخروطة حالا حالا يعني طعمها تحفا طبعا كفاية انها بشربة البط طبعا لا تقاوم يعني أنا الطبق ده مش عايزة حاجة تاني من الدنيا بس كده اهو زي ما انتوا شايفين شكلها تحفا وخضرها كده حلو كأنها لسه مقطوفة النهاردة مع انها بقالها في الفليزر بقالها تقريبا اسبوعين وحتى لو قعدت اكتر من كده خلاص تبقى زي الفولة برضه خلاص كده خلصت الاكل زي ما انتوا شايفين اهو هغرب بقى حالا دلوقتي علشان خلاص معادل غدا جيه والبطاية شكلها تحفا زي ما انتوا شايفين اهو واللون ده يعني الخلطة اللي احنا دهنا بيها الوش بتدينا احلى لون لازم تجربوها في اي حاجة بقى في فراخ في بط في وز في اي حاجة من الحاجات دي بتبقى تحفا وكمان لو الحمام برضه بتنفع خالص اهو زي ما انتوا شايفين اللون طبعا يجنن خلصت بقى كل حاجة طبعا انا من النوع اللي انا بحب خلاص كل حاجة مع بعضها ما بحبش مثلا نستنى دي تستوي وبعدين اعمل الحاجة اللي بعدها لقى خالص زي ما انتوا شفتوا بحط كل حاجة على عين وبعملهم كلهم مرة واحدة علشان الاكل ما ياخدش مني اكتر من ساعة من النوع اللي انا لو طول الاكل بازهق خلاص كده غرفت وهكمل بقى غرف الشربة وهكمل غرف الرز وهنروح بقى نتغدى وخلص تغدينه وكان الاكل طحفا كده بقى على دخلة المغرب عملت لبقى ايه عملت لهم صنيتين من الكيكة واحدة شوكولاتة واحدة فانيليا في طلبه كده وفي طلبه كده هنعملوهم مع بعض اقولوكم بقى على احلى طرق للكيكتين دول واحسب لكم مقادير برضو في صندوق الوصف اللي عايز يعملها اول حاجة حطيت كوباية من السكر وكوباية من الزيت وحطيت بطين وحطيت فانيليا مع بعض كده وحقلبهم كده مع بعض بندربهم كده شوية واحط كمان معلقة من الخل الخل بيفرق 180 درجة بيفرق كتير جدا في الكيكات بيشيل الزفارة وكمان بيخليها هشة جدا اهو زي ما انتو شايفين طبعا من قبل ما ابتدي وانا مشغلة الفرن عشان يسخن وده اهنا طبعا نستواني علشان ما ضيعش وقت حطيت برضو هنا كده كوباية من الحليب الدافي طبعا وحطوا كوبايتين ونص من الدقيق عليهم باكت بيكم بودر او كيكشيف كيكشيف ده النوع المفضل بالنسبالي احلى واجمل نوع استخدمته بيطلع الحاجة مظبوطة جدا حطيت بقى كده الدقيق طبعا مسرع على الفيديو عشان ما تزهقوش وطبعا كل شيء واضح قدامكو حطيت بقى نص الكوباية الاخير وخلاص كده كيكة الفانيليا خلصت معنا وهنعمل دلوقتي حالا كيكة الشوكولاتة عايزين بقى تحطوا مثلا الاثنين مع بعضوا تعملوها كيكة تايجر ممكن خالص بس انا ما كنتش حابة وقتها ان انا عمل كده حطيت كل واحدة في الصينية في الصينية لوحدها ما حابتش ان انا اخلطت الخلاطين على بعض وعملهم كيكة تايجر حطيت بقى كده في الصينية مدهونة طبعا من الصينية الوسط يعني لو عندكم الطاقم ده بتاع الصواني المستطيلة انا استخدمت الصينية الوسط هنا بقى في نفس البولة كده مش هنغسلها ولا حاجة كده كده هنعمل كيك تاني حطيت برضو كوباية من السكر وبطين وهحط كوباية من الزيت ورشة الملح في الكيكتين انا حطيت ملح في الكيكتين لازم وحطيت رشة كده من الفانيليا طبعا الفانيليا بتكون خام وحطيت برضو معلقة من الخل وكوباية من الزيت وحقلب برضو حقلب كل ده مع بعض وكده لغاية ما يغير لونه كده شوية ويبقى فاتح هو زي ما انتو شايفين في المرحولة دي بقى ضفت اللبن كوباية من الحليب الدافي دافي بقى وكل حاجة بتبقى حرارة الغرفة هتطلع معاك ان شاء الله احلى كيك حطيت بقى كده 3 معالق من الكاكاو الخام علشان تبقى معايا غمقة وحلوة وحطيت كوباية كده من الدقيق وباكت باكت باودر هحط بقى على كيك دي على كيك الغمقة هحط كوبايتين ورابع بس عشان هحط ثلاث معالق من الكاكاو هحط كوبايتين وربع مش كوبايتين ونص زي الفانيليا حطيت بقى نص كوباية الأخيرة اهو زي ما انتو شايفين وهقلب بقى كده وبكده يكون الخليط جاهز معانا وهحط برضو في صنية نفس المقاس يعني نفس المقاس برضو صنية وسط كده هحط الصنية برضو دي كمان هحطهم الاثنين مع بعض يستووا في الفرن جنب بعض جنب بعض كده في الفرن هياخدوا معانا نص ساعة هيكونوا استووا بقى زي الفل وبكده بيكون الحلوة بتاعنا خلاص خلاص هعفل بقى الفرن وهسيبهم كده يعيشوا حياتهم وكده بعد ما الكيك طالح معانا طبعا طعم طحفة ودي انجح واحلى طريقة ممكن تعملوه بيها الكيك ده بس كده بقى يا رب يكون الفيديو عجبكو ويا ريت كمان متنسوش تقولولي رأيكو في الفيديو واكمل في الفيديوهات اللي زي كده ولا لأ قولولي رأيكو بكل بساطة بجد انا يعني ان شاء الله يعني بناء على تعليقاتكو انا هشوف المرحلة الجاية هنازل فيديوهات ايه فما تبخلوش بتعليق بس كده الفيديو بتاعنا خلص ودمتم في حفظ الله اشتركوا في القناة